السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنراجعه النهاردة هو فيلم The Platform المأخوذ عن رائعة أحمد عدوية حبة فوق وحبة تحت فيلم The Platform هو أيضا من أفلام نتفلكس اللي تعرضت قريبا أعتقد أنه بقاله أسبوع على السيرفز أو حاجة كده تقريبا ومتصدر في عدد كبير من الدول منها مصر أعتقد أنه هو في المركز الثاني ما بين الأعمال الموجودة على نتفلكس في نسبة المشاهدة ما بين المصريين وأتصور أنه برضو في مركز متقدم في كل الدور العربية وهو فيلم متير جدا للاهتمام هو فيلم بيتخيل مجتمع ديستوبيان عبارة عن سجن السجن ده سجن رأسي مش أفقي دايما بتلخبط ما بين الكنين من ساعة الكلمات المتقطعة بس الهو كده مش كده يعني السجن ده فيه عدد غير معروف من الأدوار في كل دور فيه اكنين مساجين وبير السلم بتاع كل دور من دول مجوف وبينزل فيه زي منصة أو رصيف كده حسس أن أنا بوصف لكم حاجة شفتها في كابوس مش فيلمي والمنصة دي بتنزل كل يوم في معاد معين وعليها وليمة مليانة أكل الأكل ده من المفترض أنه هو نظريا يكفي كل المساجين اللي موجودين في كل الأدوار ولكن اللي بيحصل دايما أن الأدوار العليا هي الأكثر حظا والأدوار السفلة هي الأقل حظا في نسبة الأكل اللي بيفضل لهم عشان يكلوا لأن كل دور بيأكل بوائي الدور اللي قبله والأحداث بتاعتنا بننطلق من خلال بطلنا اللي بيصحى يلاقي نفسه في السجن ده وبيتعرف على التفاصيل بتاعة طريقة عمل هذا السجن والقواعد بتاعته وهي قواعد مش كتيرة ومنطقية ودي من النقطة اللي تتحسب للفيلم على مستوى التصميم ودي من الحاجات اللي حالنا تطرق لها وإحنا بنتناقش النهاردة الفكرة بس أن ما فيش حد بيفضل في الدور بتاعه على طول اللي بيحصل أن في نهاية كل شهر المساجين دول كلهم بيتم تخدرهم عشان يصحوا يلاقوا نفسهم في دور تاني الله أعلم حيطلع إيه طبعا الكل بيتمنى أنه هو يبقى في دور أعلى علشان الأكل وطبعا الناس اللي حظها وحشهاية اللي بتبقى في الأدوار الأقل والأحداث بتنطلق من النقطة دي وكل اللي شرحته لكم ده وتحنا بنتبينه داخل الفيلم في أول خمس دقايق عشر دقايق ما فيش حرق يعني في الموضوع الفكرة كلها بقى في التفاصيل اللي بتحصل من خلال بطلنا ده ورحلته مع انتقالنا من فصل لآخر الفيلم زي ما قلنا كده هو ديستوبيا رعب لأن الفيلم فيه مواد مزعجة إلى حد كبير أعتقد أن انتوا ممكن تتوقعوها وبردو حوضحها يعني فيه مشاهد دموية عنيفة مؤرفة فيها قصوة جسدية زايدة جدا لدرجة ممكن ناس كتير ما تتحملهاش وأنا هنا ما بحاولش أن أنا أبعد الناس عبن الفيلم أنا بحاول أكون واضح في اللي ممكن أن أتوقعوه لأن فكرة الفيلم الفلسفية جذابة جدا وطريقة عكس الرسالة اللي الفيلم بيحاول يقدمها أو الفكرة اللي هو بيحاول يعكسها حقيقة موفقة جدا ولكن اللي داخل يتفرج لازم يكون محضر نفسه أن الفيلم ده ممكن يجيب له كوابيس وممكن يقلب له بطنه بشكل كبير جدا الفيلم طبعا هو طريق التناول أو طريقة عكس للمجتمع وممكن يكون المجتمع الأسباني بالتحديد لأن الفيلم أسباني وبالمناسبة دي أنا حب أسأل أسبانيا فيه إيه يا حبيبتي مالك أنا مش فاهم إيه يا أسبانيا فيه إيه ما كلنا عايشين في نفس النيلة دي وما بنعملش اللي أنتم بتعملوا ده أسبانيا في سنة 2017 عملوا فيلم اسمه البار كنت شفته أنا في مهرجان برلين ورشحته كتير في الحلقات اللي احنا كنا بنعملها وفي كل مناسبة تقريبا من مناسبات فيلم جامد كان ممكن أن احنا نذكره فيها وكان قايم على فكرة مماثلة مش بالزبط قوي يعني ولكن برضو في نقطة عكس المجتمع من خلال واقع ممكن يكون قاسي جدا ممكن يكون صادم جدا وفي نفس الوقت لا يخلو من الكوميديا وفيلمنا النهار ده برضو في بعض الطعنات الكوميديا البسيطة من تحت لتحت بس مال دمخكو يا جماعة ما تستهدوا باللعي يعني اشربوا حاجة هادية كده وخفوا اللعب يعني احنا مش حمل الحاجات ديت على طول الفيلم انا من ساعة لما سمعت عن فكرته وانا قرنته في مخي من قبل ما شوفه مباشرة بسنو بيرسر الفيلم بتاع بونج جون هو والاسباب طبعا منطقية جدا وواضحة جدا هي ان الفيلمين بيعكسوا المجتمع والفيلمين قاموا على واحد فيهم كان الاطرق التاني هو السجن واللي بيحصل من خلال ديناميكية المجتمع من خلال الواقع القاسي الى الاحداث بتدور فيه والمقارنة صالحة بعد ما شوفت الفيلم والفيلمين ممكن يتشدوا على نفس القلب في ابعاد كتيرة جدا وان كان من الظلم ان احنا نشير لفيلم ده بلاتفورم ونقول ان هو ما تعلمش حاجة من الزمن لانه فعلا اتعلم اتعلم ازاي يخلي القصة بتاعته مطيرة للاهتمام في كل فرصة ممكنة وده من خلال النقطة اللي انا شرحتها وانا بشرح قصة الفيلم الخاصة بان احنا كل شهر بنغير الدور اللي احنا فيه وبناء على قصة بتاعتنا بتتشقلب بالكامل يعني عادي اوي وسهل اوي على اي حد في الدنيا بيشوف شرح الفيلم ده او بيسمع المراجعة بتاعتي انه يتوقع الفيلم حيمشي ازاي او بيحاول يعكس ايه او بيحاول يبعث انهي رسالة ولكن اللي انا بقى اقوله لكم انه صعب اوي تتوقعه هو تركيزه بيبقى على انهي زاوية بالزبط من بعد كل فصل لانه في كل فصل احنا بنصحى في دور مختلف القواعد بتاعتنا بتختلف الاولويات بتاعتنا بتختلف وعلاقات الشخصيات مع بعض بتختلف ومن بعد اول انتقال من فصل الفصل وهنا انا اقصد انتقال من دور لدور بنفهم كويس اوي ان الفيلم فعلا لا يمكن توقعه وده اللي عجبني انا شخصيا ده اللي خلاني استمر في المشاهدة بنفس درجة الاهتمام من اول لحظة لاخر لحظة ان انا فعلا متشوق اعرف الفصل الجاي بتاعنا حيكون في انهي دور وتركيزه حيبقى على انهي رسالة واللي هو عاوز يتكلم عنه حيبقى انهي موضوع بالزبط في اللي هو عاوز يعكسه واللي هو عاوز يعكسه زي ما اتفقنا هي الطبقات طبقات المجتمع سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي في بعض الاحيان وعلى المستوى الديني في ابعات كتير الفيلم بيبتدي بعد بعض الرسائل او بعض الانعكاسات الدينية في بدايته على خفيفه في النهاية بشكل اكبر بكتير بتعكس فلسفة صاحبه وبتعكس فلسفة صانعه ان هو شايف الموضوع بطريقة معينة وبيحاول يعكسها من خلال الاحداث وبيحاول انه يختار المكان الصحيح لعكس كل الامور دي بشكل يبان طبيعي عشان كده بقولكم القواعد بتاعتنا مش كتيرة القواعد بتاعتنا حاكمنا في سهب مجرد لما صممنا الكابوس اللي احنا بنحكي عليه ده ودي من الاسباب اللي بتخلي الفيلم حقيقي متميز والواحد عاوز يبقى دقيق جدا وهو بيختار الالفظ اللي بيوصف بها الفيلم لانه ممكن يتقال عليه متميز ممكن يتقال عليه مثير للاهتمام ممكن يتقال عليه قضيء مستحق للتقدير حاجات كتير قوي بس ما ينفعش يتقال عليه حلو ما ينفعش يتقول عليه فيلم جميل ما ينفعش يتقال عليه فيلم رائع لانه الحقيقة فيلم صادم وفي اكثر احيانه فيلم قبيح وده مقصود انا مش قصدي اقول ان الموضوع دوت خطأ في الفيلم او مشكلة موجودة في الفيلم ممكن تجعله غير مناسب لبعض الناس ولكنها مش مشكلة فيه على الاطلاق بل انه كمان على المستوى التقني يستحق التكريم الكبير جدا على مستوى الار دايريكشن والساد ديزاين لان من قبل ما اي احداث مزعجة ممكن تحصل في الفيلم بمجرد لما بنشوف الزوايا بتاعة المكان اللي احنا موجودين فيه بالقواعد الحكماء على مستوى التصميم وعلى مستوى البناء وعلى مستوى الديكور البسيط جدا 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 وعلى مستوى درجات الالوان وعلى مستوى الكلام ده كله انت خلاص بتدرك ان انت موجود في كبوس الموضوع مش محتاج ان احنا كمان نبتدي لسه نديلك مواد حقيقي تزعجك وحقيقي ممكن تقلق نومك لفترة طويلة وده اللي بيحصل طبعا داخل احداث الفيلم المشكلة مع الاعمال الرمزية دي دايما هو ان صانعها في النهاية بيحب يسيب الدنيا مفتوحة وده اللي حصل في الفيلم ده النهاية بتاعته ممكن تكون مش شافية اوي او ممكن تكون مش مرضية اوي لعدد كبير من المشاهدين ولكن احنا بنتكلم عن عمل اغلب الرسائل بتاعته رمزية وانعكسات لامر تاني او موضوع تاني بندركه فلازم في النهاية الموضوع ما يبقاش فيه اجابات شافية لان احنا ما بنتكلمش عن درس في الدرسات الاجتماعية والاعمال اللي احنا شفناها مؤخرا بتحاول تتناول الابعاد الاجتماعية دايما بتجتمع في النقطة دي انها في الاخر ما بتصدرش احكام هي بتعكس ما يبدو كما لو كان واضح لكل الناس دا اللي حصل في سنو بيرسج دا اللي حصل كذلك في باراسايت الفيلم الاخر الاكثر شهرة لبونج جون هو وانا اثنيت على النقطة دي بالتحديد انها بتعكس فهمي لازمة الطبقات الاجتماعية اللي مش بالشرط دايما متعلقة بالقيادة ما هيش متعلقة بالنظام ما هيش متعلقة بالاثوريتي هي ممكن تكون متعلقة بديناميكية تعامل الناس مع بعض داخل الطبقة الاجتماعية الواحدة والفيلم دا بيطرح بشكل قاسي جدا وواقعي جدا ولكنه متفق جدا مع ما تم طرحه من قبل في كل الافلام اللي احنا قلناها هداية على سبيل المثال اللي هي البار اللي هي سنو بيرسج اللي هي باراسايت ان ابناء الطبقة الواحد عمرهم في حياتهم ما بيلوموا الاكبر منهم دايما بيلوموا الاصغر منهم وده موضوع سحر جدا ويستحق التأمل ويستحق التفكير واعتقد ان يستحق المناقشة كمان ما بين ابناء المجتمع الواحد لانه بيحكم على امور كتير جدا ده رأيي في الفيلم وبسبب محتوى المزعج الصادم اللي ممكن ما يكونش ضروري في اغلب الاحيان تقييمي ليه هيبقى سبعة ونص من عشرة ولكن ده لا يقلل من قيمته على الاطلاق ولا يقلل من اهميته في انه يفتح مواضيع ويطرح حاجة مهمة للناس انها تتناقش فيها آآ زي ما قلت احنا مستمرين في التقليد بتاعنا بان احنا نعمل مراجعة كل يوم اتمنى ننجح بكرة ان شاء الله في ان احنا نعمل مراجعة كذلك ولكني في اللحظة دي مش عارف انا عاوز اتكلم عن فيلم ايه فلو تحبوا ترشحوا لي في الكومنس اي حاجة الحى اتفرج عليها والحى ادرسها والحى اتكلم فيها بكرة اكون شاكر جدا ليكم الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت اعملوا شارعوا لايك للحلقة له وعجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي اشتركوا في القناة